السلام عليكم و أهلا بكم إلى موجز الأخبار و مازلنا نتابع معكم على الهواء مباشرة و كنا معكم في أسوائعات الماضية من العاصمة التونسية تونس لفعاليات هذه القمة العربية الثلاثين و مقرها تونس الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال كان موجودا و أكد أن الأزمة العربية أمام أو الأمة العربية أمام تحدي كبير يتمثل في ضرورة المواجهة الشاملة لخطر الإرهاب كما شدد على أهمية تجديد الخطاب الديني والذي يعد من أهم مرتكزات مواجهة الإرهاب الرئيس أيضا أوضح في كلمتي خلال القمة أنه يجب تطبيق المقاربة الشاملة التي تم طرحها لمواجهة الإرهاب و أشار إلى أن الدم العربية يراق بأياد عربية و بأياد ميليشيات أجنبية تعمل لصالح قوى خارجية أيضا الرئيس السيسي شدد على أن استمرار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وسمة عار على جبين المجتمع الدولي موضحا أن لا مخرج من الصراع العربي الإسرائيلي إلا بإقامة دولة فلسطينية و بتحرير الجولان بدوره أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالقمة العربية على دعم المملكة العربية السعودية للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتطرف على المستويات كافة الملك سلمان أشار إلى أن العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو وطن كما جدد تأكيد على رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان وأكد أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها كما شدد الملك سلمان على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة بدوره أكد الرئيس التونسي الباجي قائد سبسي خلال كلمته في القمة العربية الثلاثين على الرفض القاطع للمساس بالسيادة السورية على الجولان وأكد أن الجولان أرض محتلة وأن تونس طرف سياسة تكريس الأمر الواقع الرئيس التونسي أيضا قال أنهم تقدموا بالاشتراك مع مصر والجزائر بمبادرة للحل السياسي في ليبيا ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت أن الأمن القومي العربية تعرض لأخطر التحديات خلال السنوات الماضية هو أشار لأهمية وجود مفهوم جامع لتحديد أولويات الأمن القومي العربي وشدد أبو الغيت على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاحتلال الإسرائيلية يسعى لاغتنام المكاسب إذن كثير من الشخصيات المهمة تحدثت في هذه القمة في هذه الجلسة الافتتاحية طبعا كما قلنا بدأت هذه القمة بكلمة لرئيس القمة السابق الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي ثم سلم إدارة الجلسات للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تحدث بعد ذلك الأمين العام للجامع العربية سيد أحمد أبو الغيت تحدث أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيرش تحدثت فدريكا مجريني ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تحدث أيضا ممثل أشؤون الخارجية بالاتحاد الأفريقي أو ممثل الاتحاد الأفريقي كما تحدث أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد العثامين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ملك الأردن الملك عبد الله ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود أعباس أبو مازن وأيضا الرئيس الموريتاني وطبعا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمل الكلمات التي قيلت اليوم الكل يؤكد على رفض القرار الأمريكي الخاص بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل الكل يتحدث عن أهمية مكافحة الإرهاب وفي هذه النقطة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيء من التفصيل تجفيف منابع الإرهاب من جذوره الوقوف أمام الدول التي ترعى وتؤيد وتبايع وتزكي الإرهاب في الدول العربية حديث دائر طبعا عن التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحديث من منطلق جنيف واحد وربما هي هذه أهم العنوين الرئيسة التي تحدثت اليوم في هذه القمة وينقل عنها الإعلام التونسي في هذه القمة إذن تغطيتنا متواصلة معكم لهذه القمة وهذه على الهواء تتابعون الآن كلمة لبنان وسنبقى بطبيعة الحال معكم في تغطيتنا المستمرة على مدار اليوم لحظة بلحظة على الهواء تتابعون الآن لإعلان تونس إذن ختام هذه التغطية وتغطيتنا نختم الآن ولكن متواصلون معكم على مدار اليوم موسيقى